أنا عربي ورقم بطاقة خمسون ألفا وأولادي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والدفتر أيها التاريخ لا تسجل أنا صهيوني أنا من أسهر الليل ولا تنام عيوني أنا صهيوني أنا من يذبح الأطفال ولا تدمع جفوني أنا صهيوني وأمي صهيوني صهيونية وأبي صهيوني أنا أمي كانت امرأة تحرق الزيتون في أرض الخليل أنا من يكتب التاريخ بحبر أسود أنا من يصنع السلام بوعد كاذب أنا صهيوني أنا من يعيش بدم بارد أنا من يعيش بعقل فارغ أنا من يصلي الليل في المحراب جماعة مع قوم الشياطين أنا الكدس أنا بغداد أنا حلب أنا بيروت أنا القاهرة أنا منكم فلا تخشوني ألا من أسل سيوف الحرب عدوانا فلا تخشوني أنا بلفر أنا شارون أنا منكم أنا صهيوني مشاهدين لم أكن صهيونيا أبدا ولن تكون هذه عدتي ولكن هذا هو حال العرب في كل مكان الآن أصبح الصهيين يدخلون بيوتنا ويأكلون من طعامنا بل وينامون على فراشنا مشاهدين أهلا بكم في كل مكان سلام إليكم سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر الإسبوع كما تعودنا هذا البرنامج مكون من ثلاث فقرات مختلفة نناقش فيها آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية في الفقرة الأولى أكون معكم فيها أنا محمد ريان أما في الفقرة الثانية تكون معنا الزميلة أسماء وجدي وهي فقرة اجتماعية من الطراز الأول أما في الفقرة الثالثة مع الزميل محمد عبد السلام ويقدم لنا وقبة رياضية كاملة مشاهدين كما تعودنا هذا البرنامج يتناول آخر التطورات السياسية في العالم والأقاليم المجاورة أما عن خبر هذا الإسبوع والحدث الأهم لهذا الإسبوع فهو حقول الغاز شرق البحر المتوسط حقول الغاز الموجودة في شرق البحر المتوسط والتي هي محل نزاع الآن من عدة دول مختلفة كما نرى الآن على هذه الشاشة مشاهدين البحر المتوسط كما نعرف هو يجمع بين عدة دول مختلفة فالبحر المتوسط هو المياه الإقليمية والمياه التي تضم مجموعة من الدول في عام 1923 وقعت الدولة التركية معاهدة ترسيم حدود تسمى بلوزان الثانية هذه المعاهدة تحدد أو ترسم الحدود البحرية ما بين تركيا وما بين اليونان وما بين إيطاليا وما بين مصر أيضا أما عن هذه المعاهدة فقال الأطراك إنهم لا يعترفون بها لأنها وقعت في هذا الوقت تحت ضغط كبير مشاهدين الغاز الموجود في البحر المتوسط يجمع بين عدة دول مختلفة فيجمع ما بين ليبيا ومصر ويجمع ما بين بيروت ويجمع ما بين أيضا غزة وما بين إسرائيل وما بين تركيا ودولة كوبروس واليونان وإيطاليا في عام 2010 اكتشف مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن هناك في شرق البحر المتوسط آبار كبيرة للبترول تضم 122 تريليون متر مكعب أي ما يعادل 1.7 مليار برميل أي ما يكفي لتغطية احتياجات أوروبا لمدة 30 عاما على الأقل مشاهدين لكن هذا البئر أو هذه الآبار المكتشفة في البحر المتوسط هي محل نزاع كبير بين هذه الدول كلها فقامت مجموعة من الفرق أو قسمت هذه الدول إلى مجموعة من الفرق المختلفة منها في البداية الفريق الأول والذي يضم تركيا وإسرائيل والتي اتفقتها على ترسيم حدود ومشهد واحد في هذا النزاع وقامت تركيا أيضا بترسيم الحدود مع دولة ليبيا فيما يعرف باتفاقية الحدود الليبية التركية أيضا مشاهدين نجد فريقا آخر معنا هذا الفريق هو يمثل مصر واليونان وكبرس والتي قامت هي الأخرى بترسيم حدودها الخاصة أيضا الأمر لا يتوقف في النزاع على هذا الجزء فقط ولكن على الشركات المصممة أو المنفذة لهذا المشروع الكبير في البحر المتوسط ما بين الشركات الإيطالية والشركات الفرنسية مشاهدين أيضا هذه الأبار الموجودة في شرق المتوسط كما قلنا عليها نزاع كبير بين هذه الدول ولكن هناك بعض الدول خرجت من هذا النزاع منها سوريا ومنها لبنان ومنها أيضا دولة إسرائيل التي تقف مشهدا متفرج من هذا النزاع كان مشاهدين هذا هو الحدث الأهم لهذا الإسبوع بعرض مبسط وعرض في عجالة سريعة مشاهدين كما تعودنا بعد الحدث الأهم لهذا الإسبوع نناقش القصة الأولى أو الصورة الأولى أو الصورة الأهم لهذا الإسبوع فقصة هذا الإسبوع هي قصة مختلفة تماما يكون معنا فيها الزميل عبد الرحمن الدروي يقدم لنا تقريرا عن قرية كل أبنائها من التوائم فالقرية هي قرية مصرية تقع في محافظة الإسماعيلية وتعد هي القرية الثالثة على مستوى العالم في إنجاب التوائم مشاهدين الكرام نخرج لعرض هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى تقرير قرية التوائم الذي يميز قرية مصرية في محافظة الإسماعيلية عن غيرها نستعرض تفاصيل أكثر عن هذا التقرير مع الزميل عبد الرحمن الدروي المرسل التلفزيوني صباح الخير يا عبد الرحمن صباح الخير عليك يا محمد وصباح الخير على الزميل المشاهدين ومشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامج آخر الأسبوع أهلا بك عبد الرحمن عبد الرحمن يعني تقرير رائع جدا ومحترم جدا كلمني في البداية عن إزاي اكتشفت القرية دي وعرفت معلومات إزاي عن القرية دي والله هو في يوم من الأيام يعني كنت نقعد على الانيكيوب عادي ومجازة فجمعت أن تقرير موجود عن قرية التوائم في محافظة الإسماعيلية الموضوع ده كان من 2016 فأنا حبيت أن أشارك اللحظة وأنزل أنا وثميلي أتفرد كده على المكانين وأدعاها بنفسي بأشوف هل هو فعلا قرية التوائم الوحيدة على مستوى مصر ولا إي تاني ولا إي تانية لحد ما نزلته وشوفت بقى بنفسي أن فيه فعلا قرية مخصوصية عدد جدا من التوائم يمكن أن نفذ القرية دي على مستوى لأمورية مصر العربية أن هي القرية التي موجود ديها عدد جدا من التوائم بتتعدل كمسينات ذو يعني قلنا نصور بقرير بقى وحصل لحق طيب يا عبد الرحمن هل إيه أغرب الأمور اللي أنت قبلتها في تصويرك ليه التقرير ده وإغرب الأشياء اللي وجدتها في القرية نفسها طيب يا عبد الرحمن هو أنا كنت نزل القرية بحيث أن أنا أسأل إيه بسبب إطلاق هذه القرية أو قرية ببعضها تحديدا أن هي قرية التوائم فنتمعظم الأسباب الغريبة الموجودة في القرية هي أن المحافظة الإسماعيلية مشتجلة في المنجا والأهالي هنا يتناولوا في المنجا في التمرار هل وصلت في التقرير سؤالي عبد الرحمن هل وصلت في التقرير أن المنجا دي ممكن يكون لها أثر كبير في الموضوع ده والله أنا لما أعدم عن دكتور القرية قال لي أن الموضوع بعيدا جدا عن المنجا وبعيدا عن أي شيء خارج العلم يعني لو هنتكلم من الإطار العلمي فكان هو عوامل ورنطية فقط كبير يعني هو من شدة الإنجاب في الأهالي والعائلات أدى إلى وجود عدد كبير من التوائم كان الموضوع عامل وراسي أكثر تكلمنا عن الحاجات الغريبة اللي قابلتها في التقرير مرة تانية والله هو يعني كنت أنت تبقى ماشي في الشارع كلا تلاقي عدد كبير من التوائم ماشي في الشارع فأنت مش عارش مين أخو مين تلاقي التوائم طالعة من الشارع من المدرسة واضح فعلا أن هم توائم قد يكون مختلفين في الشفل لكن ماشيين كلا مع بعض كل زوج ماشي ماشي تاني فيه واخد طاعته ماشي ومروح البيت يعني حتى كنت فيه زي نظام حرص بيارة ديها حوالي ثلاث عماير أو أربع عماير أو ثلاث بعض الأربع عماير دل كلهم توائم فكان الموضوع قريب جدا والحياة كانت يولا مميزة في حياتي في الحقيقة هو تقرير مميز وأنت كمان مميز عبد الرحمن على هذا التقرير بشكرك شكرا جزيلا لك الزميل عبد الرحمن الدروي المرسل التلفزيوني مشاهدين بعد قرية التوائم وهذه القصة العجيبة معنا قصة عجيبة أخرى وهي شخصية الأسبوع كما تعودنا معنا في كل أسبوع شخصية نتحدث عنها الشخصية الأشهر التي تحوز على إعجابكم شخصية هذا الأسبوع هي في الأصل شخصية يدور حولها الكثير من التساؤلات وهي الإعلامية رضوة الشربيني رضوة الشربيني التي تقدم برنامج هي وبس على قناة سي بي سي صفرة هي تقدم للفتيات أو للنساء عموما مجموعة من النصائح للتعامل مع الرجال وكيف تتعامل مع أزواجهن وأبائهن وفي حياتهن العامة لكن في الفترة الأخيرة أثير جدل حول رضوة الشربيني وتم تحويلها للتحقيق على إثر بعض كلمات قالتها وهي تتحدث عن الحجاب فحينما سألتها فتاة عن أنها تريد خلع الحجاب فقالت لها ما تخلعيش الحجاب أبدا وأن أنت كمحجبة أفضل مئة مرة من غير المحجبة مشاهدينا هنشوف الفيديو اللي بتتكلم فيه رضوة الشربيني عن الحجاب وإزاي إبهارها أو إعجابها الشديد بنفسها بالحجاب هنشوف الفيديو وبعدين نرجع لبعض تاني ما بدايا أصلا دلوقتي حتى المش محجبات بتلبس كده على فكرة آه يعني آه بزبط كده وفيه لو هي مثلا بيلبسوا حاجات مقفولة فيه ناس دلوقتي بتعمل كده ده أنت يغلس غلاس الشيخ بتعمل كده هوا لو لبس حاجة طويلة حزام مثلا وتقوم ربط الحزام بزبط آه وفيه ناس تقوم عاملة بس عشان المايك فيه ناس بتعمل حلو والله لونه تصدقين بكتير يجنن علي بس هو عادة حتى لو أنا لبسة لو أنا محجبة ولبسة هو اسود وجينز وحطيت هذه الطرحة علي بصوا فراية إزاي يا جماعة بتلفت النظر بصوا فراية إزاي يعني بصوا لو أنا محجبة الله يا رب يا رب إيه ده يعني بصوا كده إيه ده إيه ده حلوة قوي صح يا رب يكتبها يا رب يكتبها أهو حاضر بصوا لو يا رب أبقى محجبة يا شازة بصوا لو هي كده هتبقى فرقة إزاي ده الفيديو اللي كان سبب فيه إطارة كثير من الجدل على ردو الشربيني وإعجابها بنفسها كمحجبة مشاهدينا هي بس رسالة صغيرة في الموضوع ده هو زي ما تم تحويل الإعلامية ردو الشربيني للتحقيق بسبب التحدث عن الحجاب وفوائده وأهميته يعني كمان في بعض الناس أو الإعلاميين أو الأشخاص الآخرين بيتكلموا عن الحجاب بصورة سيئة وهو يعد رمز أساسي للدولة المصرية فيكون الحكم بنفس الميزان أو بنفس المعادلة مشاهدينا بعد قصة ردو الشربيني وزاي إنها شافت نفسها حلوة في الحجاب ودي حقيقة يعني هنتكلم النهاردة عن سؤال مهم ودي أول مرة نقدم الفقرة دي هو سؤال لو معاك فلوس وهتتجوز هل تعمل فرح ولا تسافر نزلنا الشارع مع بسانتو الطوخي وزملتنا ندوائل وسألنا الناس ونشوف الإجابات نطلع التقرير ونرجع لبعضه تاني جهات نظر بنختلف ونتفق في رأي معي في موضوع النهاردة عن موضوع جواز يا ترى نعمل فرح ويبقى مصريف كتير ولا نسافر بره ونوفر أخلاف أنت مع فكرة أننا نعمل فرح ولا نسافر لا نسافر طبعا ليه بقى؟ نحن نشوف بلد جديدة نزور أماكن جديدة بالعكس ممكن مثلا تكلفة الصفر أعلى من الفرح بس نشوف أماكن جديدة نشوفنا مثلا مثلا سيون تريني طلع بالي طلع عندونيسيا مالوضيف نستفاد إنما الفرح ساعتين ثلاثة وهنمشي رأي حضرتك نسافر ولا نعمل فرح؟ نعمل فرح أنا رأيي نعمل فرح علشان الفرح بمرة واحدة بس في العمو لكن الصفر ممكن في أي وقت ممكن أن أعمل أي حاجة أنا ما أعيزها في أي وقت بعد كده لكن الفرح هي فرحة واحدة طب وفي ناس رأيها أن ما نعملش فرح من زافر؟ لا أنا مش مع الرأيي ده لنفس السبب برد تبع فكرة الصفر ولا الفرح؟ لا الصفر طبعا طب ليه بقى؟ لأن هنتعرف على أماكن جديدة هنبقى مبسوطين أكتر الحاجات دي هنعمل عشان إحنا نكون مبسوطين مش هنعمل فرح علشان الناس تبسط بس دلوقتي هوا أنت مع فكرة الصفر ولا الفرح؟ لا مع فكرة الصفر طب ليه بقى؟ الصفر أحسن يعني تستفدي على قليل بكام يوم بدلاً مثلاً يوم ساعتين أو ثلاثة واليوم بيخلصوا بيعادن إنما الفرح مثلاً فكرته أصلاً يخلص بأن انتهت أحسن حاجة وعلى اللي خالص هو بس كلها ساعتين أو الثلاثة وفيها مصارب زيادة وفيها مصارب كتير ومن لاش أي لازمة تسافر ولا تعمل فرح؟ لا أعمل فرح ليه؟ عشان أفرح عائلتي وفرح أبوي وفرح والدتي ونفرح كلنا وليه ما تسافرش وتوفر فلوس الفرح للصفر؟ لا دا نوفر فلوس للصفر أعمل بها فرح أحسن انت بقى مع فكرة الصفر ولا الفرح؟ فكرة الصفر طبعاً طب ليه؟ بره الجوة حلوة والعروسة كفاية عليها وبالتقرير دا نكون أنهينا الفقرة الأولى من برنامج آخر الأسبوع بعد الفاصل مع زميلتي أسماء وجدي وفقرة اجتماعية من التراز الأول هتتكلم فيها عن موضوعات تهمكوا جداً انتظرونا بعد الفاصل مع أسماء وجدي في اختلافنا رحمة وفي اختلافنا حكمة إذا تدبرناها فليعم السلام ولتتناثر الرحمة أعزائي المشاهدين بجدد اللقاء مرة تانية بيكم بعد انتهاء فقرة زميلي محمد ريان ودلوقتي معتكم مع الفقرة الثانية بروباجنتة الأسبوع من برنامجكم آخر الأسبوع نحكي الاختلاف دائماً وانطلاقاً من هنا يعني الفقرة النهاردة أو الجزء الأول من الفقرة النهاردة بيتكلم على فئة هي فئة يعني لا تنقسم أو يعني هي فئة منخرطة في المجتمع خاصة بعد اهتمام الدولة فيها في الفترة الأخيرة وخاصة كمان بعد يعني ما منظمة الدول الصحة العالمية قالت نسبة الفئة دي في المجتمع الفئة دي هي فئة الصم وضعاف السمع منظمة الصحة العالمية قالت ان في مصر بس الفئة دي موجود منها سبعة ونصف مليون نسمة ده في مصر بس اما على مستوى العالم فهمة ربعمية ستة وستين مليون نسمة في مصر بس موجود منهم تاني سبعة ونصف مليون نسمة وكمان قالت ان هي بتتوقع منظمة الصحة العالمية بتتوقع إن في عام 2050 هتوصل عدد الفئة دي لـ 900 مليون نسمة إذن هي فئة كبيرة جدا في المجتمع بدأنا نسمع عنها مؤخرا أو نشوفها مؤخرا في الفيديو اللي معينا دلوقتي هو بيعرض بنت بريطانية البنت دي اسمها تلولة البنت دي هي بنت بريطانية بتتعلم الإشارة لوحدها علشان تقدر إن هي تتعامل مع ساعي البريد اللي هو اسمه جوزيف اللي بيعدي أو اللي بتشوفه في المنطقة بتاعتها كل يوم وهو بيوزع الرسائل بتاعته جوزيف في الفيديو زي ما هو واضح معنا بيكلم البنت وبيقول لها أتمنى لك يوم سعيد أو هي بتقوله أتمنى لك يوم سعيد ده يعني أسعده جدا وأدخل السرور على قلبه إن هي فكرت وهي في العمر ده إن هي تعمل شيء زي ده وإن هي تتعلم لغة الإشارة بمفردها علشان تقدر إن هي تتواصل معاه أو تكلمه ورد عليها هنا في الفيديو بيقول لها لقد جعل هذا يومي أفضل يعني شكل البنت وهي بتكلمه بلغة الإشارة شكل مبهج جدا جدا مش بس الفيديو ده معينا بقى نهارده بروباجندة تانية بروباجندة أكبر هي من يعني بعد زيارة لينا لأحد الأسر اللي الوالد والوالدة فيهم من الصم وضعف السمع قصة الأسرة دي انتشرت جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة دي أو الفترة اللي فاتت وهي إن البنت هي بنت متكلمة والدها أصم وولدتها أصم أو أسرتها يعني لكن في كتب كتابها أو في عقد خارنها هي صممت إن يكون وكلها هو والدها برغم إن هو من الصم وضعف السمع وده يعني انطلاقا من إن ده ما هو إلا رد جميل وحق اللي والدها عليها نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني حالة من الحب والعطاء تمتلئ بها صدور وأفئدة سكان هذا المنزل فهذه الأسرة ورغم أن أعمدتها من أب وأم من الصم البكم إلا أنهم استطاعوا خلق أسرة ناجحة قويمة يتنافس أفرادها على رد الجميل وضربت ياسمين أفضل مثال في ردها لجميل والدها زودتك؟ لا شاو لا شاو لا شاو لا شاو بصدي الشر إنه شاو بنتي ممواجدتي ياسمين محمد محمد عبدالغازي أنا اسمي ياسمين أنا مترجمة لغة إشارة في محافظة دمياط أنا العروسة اللي جات في كتب الكتاب بداية أنا اتولدت في بيت الأب والأم والعم من الصم وضعف السمع فأنا كانت حياتي مختلفة وفكرة كتب الكتاب بلغة الإشارة كانت حاجة جديدة أي مأزون أنا اتكلمت معاه وافق وقال لي مفيش أي مشكلة فرحت جدا وكنت مبسوطة تمنى أن كل بنت والدها أو والدتها من الصم وضعف السمع ما تتحركش أو تتكسف شعور مختلط ما بين الفخر والرضا وكأن ما كان يخيفنا أزلناه بحبنا ما جزاء الأحسان إلا الأحسان فبالأحسان والألفة تعامل العمي محمد مع أبنائه وبناته وحن الوقت لحصد ما زرع أنا هتكلم عن أول ما دخلت المسجد لكتب الكتاب وأخذ ناس أراء ناس متكلمين أن أنا لازم أكون مسؤولة عن كتب الكتاب لأن أنا وردها وأنا المسؤول عنها وأنا اللي دايماً معاها من صغري فمن حق أن أنا أكون المسؤول وأكون وكلها في كتب كتبها وأكون جنبها عن بداية كتب الكتاب لأني أنا بنته وقفة بترجم قدامه وبقوله كل تفاصيل الكلام اللي المأزون بيقوله وكان منبهر جداً أنا أول مرة أعرف كلام زي ده بيتقال من مأزون في كتب الكتاب أنا كنت أعيد مبسوط ومرتاح وأخيراً حققت لنا عايزه لذة العيش لمن يفهمها فباختلافنا رحمة وفي اختلافنا حكمة إذا تدبرناها فليعم السلام ولتتناثر الرحمة أرواح تتلقى وقلوب تتعانق وبرغم أن لغتهم ليست واحدة إلا أن روح الألفة ما تجمعهم فاستطاعوا نسج حبال حبهم بطريقتهم الخاصة شكراً لك يا ياسمين وشكراً على الاستضافة الجميلة وأنا عاوز أقولك كمان من هنا أننا فخورين بيكي زي ما والدك فخور بيكي بالضبط وفرحنين جداً باللي أنت عملتين لسه مكملين برضو كلام على الفئة الصم وضعاف السمع لأن هي زي ما قلنا أن الفئة فئة كبيرة جداً جداً ومتوقع زيادتها خلال السنين الجاية في فترة قريبة جداً هانم طاها هانم بنت جمعة طنطة هانم خريجة كلية التربية قسم التربية الخاصة إنجليزي صممت مبادرة اسمها في الصمت مبدعون المبادرة دي هي بتجول المحافظات لتعليم الناس المتكلمين لغة الإشارة علشان يقدروا يتواصلوا مع الصم وضعاف السمع بشكل أسرع أو بشكل أطقن يعني معانا على التليفون هانم تكلمنا أكتر عن المبادرة في الصمت مبدعون صباح الخير يا هانم صباح النور صباح الخير عليك يكلمينا على المبادرة ومنين يعني جتلك الفكرة وإزاي يعني بيتم تنفذها حالياً في الحقيقة مبادرة في الصمت مبدعون هي بنتي اللي تولدت يوم 11 2016 على إيد اللجنة الاجتماعية للتحاد الصلاة مبادرة في الصمت مبدعون هي فكرة جتلي بعدما دخلت قسم الذاوي لاحتياجات الخاصة في كلية التربية وقررت أن أنا سيب بصمة مختلفة فيه كنت مقتنعة وقتها بجملة كده بتقول أنه أثر الفراشة لا يزول وأنا كان نفسي يكون لي أثر في الكلية يفضل في مكاني ويتساب بعدي فقررت أن أنا أنزل مراكز وأنزل مدارس وتعلم لغتهم وتعلم لغة إشارة وتعلم طرق التعامل بعدما نزلت لقيت أن الفئة دي مهمشة جداً يعني أنت بدأت في المبادرة قبل يعني بعد الكلية بعدما اتخرقتي ولا أسماء وجودك في الكلية لا يعني في أول سنة اللي هي في الكلية تمام قررت أن أنا بعدما نزلت المدارس وشفت أن هما مهمشين في التعامل فقررت أن أنا يعني أعمل المبادرة دي عشان خاطر تكون تل شمال جانبين الجانب التوعوي أن أنا أواعي مجتمع بالفئة دي وفي نفس الوقت أن أنا أدرس لهم إزاي يقدروا أنهم يتعاملوا مع الفئة دي مع فئة ذوي الهمم يعني طيب هانم يعني تتوقعي توصل فين المبادرة أو يوصل فين حلمك الجميل ومبادرتك اللي هي مبادرة هوانم دي تتوقعي توصل فين خلال الفترة اللي جاية خلال سنة أو اتنين أو في أقصر وقت ممكن يعني في الحقيقة أنا مؤمنة جدا بأنه على قدر حلمك تتسع الأرض وما أني مؤمنة بالجملة دي فأنا بحلم أنه هي تكون في أقرب وقت مؤسسة موجودة على أرض الواقع في الغربية وأنه لغة الإشارة تقدر أن نحن ندرسها كلغة تانية في المدارس ومش بس كده أنه يقدر نكون فيه تيم عامل أبليكيشن من مهندسين ومن أطباء ومن صيادلة ومن جميع الفئات اللي موجودة في المجتمع بحيث أن نحن نسهل على الصم طرق التواصل لما يحتاج أي حد من أي فئة يلاقيه موجود تحت أمره بمجرد موجوده ومسكيته للموبايل برافو عليك يا هانم يعني مبادرة أكثر من رائعة شكرا لكي وأتمنى لكي يا رب التوفيق في أقصر وقت ممكن شكرا لك يا هانم كده تكون انتهى الجزء الأول من فقراتنا النهاردة وهو الجزء اللي بيتكلم عن الصم وضعاف للسمع يعني نيجي بقى للخبر اللي بعد كده هو خبر فريد أو غريب من نوعه نوعا ما لأنه هو خبر هجران زوج لزوجته يعني يمكن يكون الخبر مش شائع ومش غريب لكن الغريب هو السبب السبب هو أن هي دي سيدة نيجيرية اسمها ريسكيت عزيز السيدة دي تبلغ من العمر 30 عاما هجرها جزهة بسبب لون عينها الأزرق المائل للون البحر لكن مش بعد الزواج مغشرة لا هي بعد ما أنجبت بنتين والبنتين من نفس لون العين وده طبعا اللي بيتحكم فيه هي سبغة الميلانين في الجسم بدأت السيدة تشتكي لجيرانها وبدأ يسمع عنها الناجريين بدأوا أن هما يدعموها بشكل كبير جدا ومن أكثر الناس اللي دعموا السيدة دي هي السيدة الأولى لولاية لورا في نيجيريا السيدة دي دعمت الست دي وبناتها بشكل كبير جدا ووصل الدعم أنها وصلت لزوجها وحاولت أن هي تلم شملهم تاني واجتمعت الأسرة تاني بشكل سليم ويعني تفهم الزوج يعني أن يمكن يكون السبب الرئيسي أن لون العين ده مش منتشر أو في نيجيريا يعني خاصة وإن هي مختلفة يمكن كمان أن الأطفال دول والست دي تحديدا تعرضوا للتنمر بشكل كبير جدا وده كمان اللي خلى حملة الدعم ليهم توصل وتسمع تقريبا في كل دول العالم الخبر الثاني أو الثالث اللي معنا النهاردة هو خبر برضو فريد من نوعه الخبر ده لأول مستشفى لعلاج الإبل في الصعودية المستشفى دي هي أول مستشفى تقريبا على مستوى العالم بمبالغ استثمارية كبيرة جدا وصلت لستة وتلاتين ونص مليون دولار المستشفى دي بتعالج الإبل والأغنام وهي مستشفى مجهزة في كل الفيديو معنا بيوضح الطريقة أو اللي بيتم بيها التعامل مع الإبل داخل المستشفى وزي ما قلنا هي مستشفى مجهزة بكل الإمكانيات وده طبعا وارد جدا بسبب الحجم الكبير ده من الأموال اللي مصروفة على المستشفى الخبر الأخير معنا النهاردة هو يعني والله ممكن يعني ناس نوعا ما تعتبروا خبر إنساني وجزء تاني من الناس ممكن يعتبر ان هو خبر فكاه شوية لكن هو حدث بالفعل فاحنا لازم على كلتا الحالتين لازم ان احنا نذكره الخبر الأخير ده هو هي خبر لفرخة الفرخة دي وقعت من بيت ناس سويسرية سكنين في مرسى عالم في محافظة مرسى مطروح الفرخة دي وقعت من على السطح عندهم أو من مكان عالي يعني فالوقع دي سببت لي كسر رجلها الجماعة أو الناس الأسرة السويسرية دي قامت بعلاج الفرخة وقام اتنين أطباء مصريين بعملية جراحية في رجل الفرخة العملية دي ركبوا فيها شريحتين وست مسامير واتكلفت العملية سبع تلاف جنيه ده كان الخبر اللي أنا قلت زي ما أنا بقول كده ممكن الناس تقدوا على محمل الهزار أو الفكاهة والناس ثانية تقدوا على محمل الإنسانية أعزائي المشاهدين كده تكون انتهت أخبارنا النهاردة وانتهت بروبجندا الأسبوع أسيبكم مع الفقرة الأخيرة مع الفقرة الرياضية مع زميلي الرياضي محمد عبدالسلام ورجعنا لكم دلوقتي بعد الفاصل وأهلا ومرحبا بكم في آخر الإسبوع معدكم دلوقتي مع الفقرة الرياضية وكالعادة معكم محمد عبدالسلام نبدأ سريعا معكم كده بأهم وأحدث الأخبار على الساحة الرياضية في مصر وعلى الساحة العالمية أيضا ولكن في البداία دازم يعني نعزي الكرة المصرية جميعا في وفاة الكابتن عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري الصابق للكراء الطائرة كابتن عزمي مجاهد تاريخ كبير جدا في الكراء الطائرة لعب كاسعالا للأندية وكان من أفضل عشر لاعبين في كأس العالم وأيضا كان من أفضل لاعبين في هناء الدوري في مصر وكان مسك المركز الإعلامي لإتحاد الكراء لمدة أربع مواسم كابتن عزمي مجاهد قال بقاء الله ونتمنى له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان نبدأ سريعا بقى مع أخبار الأسبوع وأهم أحداث الأسبوع واللي هنبدأها مع فريق نادي الزمالك الزمالك لعب مع الانتاج الحربي وقدر أنه يحقق فوز غالي واسمين جدا على نادي الانتاج الحربي أحرز هدف اللقاء اللاعب مصطفى محمد في ديئة 63 هدف غالي جدا ومباراة مهمة جدا لأنهم كانوا راجعين بعد مباراة تعادلوا فيها مع سموحة قدروا أنهم يحققوا السلاس نقاط ويبعدوا شوية بالمنافسة بالمركز الثاني المباراة دي كانت آخر مباراة لمستر كارترون اللي فاجئ الجميع برحيله ويدفع الشرط الجزائي مستر كارترون بعد مخاض مباراة الانتاج الحربي وخاض التدريبات كمان اتصل مساء مع مدير الكرة أمير مرتضى بيبلغوا فيه أنه هو خلاص هيغادر الفريق الشرط الجزائي لمستر كارترون دفعوا فورا كان بيتقاضى 170 ألف دولار لم يتقاضى شهر أغسطس و13 يوم من شهر سبتمبر يعني مستر كارترون دفع شرط جزائي 48 ألف 171 دولار أمريكي فقط لا غير أقل من الراتب بيه كثير وكثير وكثير إيه حكايت بقى مستر كارترون ولازم نقف هنا وقفة مهمة جدا لأن بكل بساطة ساب نادي الزمالك فيه وقت حارج جدا فيه وقت صعب جدا 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 كل الناس بتتكلم هل اللي عمله مستر كارترون يصح قانونيا طبعا يصح مليون في المئة قانونيا ليه كمان يصح قانونيا غير أن التعاقد أو أن شرط الجزائي بينص عليه العقد يعني ليه صح بيوقع مماثلة جدا مع نادي الزمالك وزب الصربي كما يسمى من عشاق المارد الأبيض ميتشو اللي قدر أن هو يدفع الشرط الجزائي ويفسخ التعاقد مع نادي أرلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنفس الوقع برضو كارترون قدر أن هو يعمل كده فدي من ناحية القانونية هي سليمة جدا 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 كارترون أخلاقيا زي ما كل الناس بتتكلم هو ساب الزمالك في وقت حارج ولكن في الأول وفي الآخر هو يعني محترف يهمه الماديات أكتر راح فين كارترون راح للتعاون السعودي مبابلغ يعني خيالي جدا في الشهر 500 ألف دولار يعني ساب كل حاجة ساب كل ما يملك هنا في مصر ساب الجماهيرية ساب دوري أبطال إفريقيا بعض الأسئلة اللي لازم نسألها هنا هل يعني الزمالك الخاسر الأكبر أم كارترون الخاسر الأكبر لو تفتيكوا معايا هنا في حلقة من الحلقات كنا طريقين بعد نمتش الزمالك وبرامدز وقلتوا شابوه مستر كارترون أنه هو ياخد السلاسة نقاط ولكن مهما كان مستر كارترون نبهت وقلت عليه أنه هو يعني بلامحة خفيفة كده قلت أن مستر كارترون بعشر هجمات فقط أربع هجمات صحيحة قدر أنه هو يحرز هدفين قيمة نادي الزمالك مليئة بالنجوم يعني عيب جدا لما يكون فريق كبير زي نادي الزمالك بلعب على المرتدات حتى لو كان فاز ببعض البطولات بالمباراة الوحيدة رأي الشخصي بيقول أنه هو يعني المدرب ده لا يصح لنادي الزمالك ليه كمان لا يصح لنادي الزمالك الزمالك داخل على مباراة وداخل على إفريقيا حاجات كتير جدا في إفريقيا طب هل الزمالك في مشكلة حقيقية في إفريقيا؟ برضو أقول لك لا مش في مشكلة ونجيب لك أمثلة مشابهة الأهلي حصل على دوري أبطال إفريقيا مع محمد يوسف مازينبي حصل على دوري أبطال إفريقيا مع كارترون اللي كان مدرب مغمور في وقتها التراجي حصل مع الشعلاني وساندونز حصل مع سليماني مسلماني عفوا وعندك برضو فرق كتير جدا يعني فريق زي الودايات حصل مع موتا كل المدربين دول كان مدربين مغمورين أو لم يملكوا السيفيء القوي أن هما ياخدوا إفريقيا مش بقول كده علشان أقول أن الزمالك هيجيب مدرب ضعيف ولكن بقول أنها مش أزمة أنت كل بساطة خالص مدرب يفهم اللعيبة أنت عندك أقوى تيم ممكن في مصر وفي إفريقيا كمان لعيبة كتير جدا خبرات وعندك شباب عندك كل أنواع اللعيبة محتاج مدرب بس طب مين بقى هو المدرب القادم لنادي الزمالك الترشحات كتير جدا ولكن أهم الترشحات دي هو مستر فريرا وباتشيكو الترشيح الأول هو مستر فريرا اللي هو بتفاوت حاليا معها نادي الزمالك فريرا رافض تماما تولي المهمة في وجود مستشار مرتضى منصور لأننا طبعا عارفين إن كان حصل مشكلة وحصل كلام كتير وكمان قدر إن هو ياخد حكم على نادي الزمالك بخمسمائة ألف جنيه غرامة فهو رافض تماما ومازال التفاوض مستمر على أمل إن هو يعني يقبل هذه المهمة الصعبة جدا المرتبة التانية اللي بتفاوت معاه هو باتشيكو باتشيكو بقى إيه حكيته باتشيكو سيبينه كده كبادين ليه وبرضو ليه اللي بتشيكو بودلاء كتير جدا 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 يوم اتنين بالكتير وحنعرف مين هو مدرب نادي الزمالك القادم رسميا من مستشار مرتضى منصور كما أعلن فكلها تكهنات كلها توقعات كلها تقارير والتأكيد الرسمي خلال أيام عندنا برضو كده بعد أخبار الزمالك نروح سريعا لأخبار النادي الأهلي اللي قدر إن هو يحقق تعادل يعني مع نادي الاتحاد السكندري تعادل سلبي ويأجل حسم الدوري العام للمباراة القادمة بعد ما كان النادي الأهلي خلاص يعني يصلوا نقطتين بس للفوز ولكن تعادل وحصل على نقطة واحدة فقط يعني وبكده يكون النادي الأهلي يصل إلى النقطة 72 في جدول الدوري العام اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم ويكون لها مباراة واحدة وتعادل يعني قادم للنادي الأهلي لو لاعب المقصة غدا هيلاعب المقصة غدا يكفيه التعادل فقط ولكن معه يعني إيه إصابات كتير جدا وخط الدفاع تحديدا إصابات كتير في المركز الأول النادي الأهلي برصيد 72 نقطة من أصل 27 مباراة في المركز الثاني نادي الزمالك في المركز الثالث نادي بيرامز وأخيرا في المركز الرابع نادي المكولون العرب الأحداث كتير جدا في الدوري المصري وتحديدا في الإسبوع اللي فات وكمان الدوري خلاص قرب إن هو يعني اتحسن بشكل كبير جدا ومعروف خلاص مين هو يعني هيكون هو البطء النادي الأهلي كلها مباراة واحدة ومحتاج نقطة واحدة المركز الثاني خلاص إذا مالك يعني بيبتعت شوية عن بيرامز في المركز الثالث بيرامز وفي المركز الرابع المكولون هي المنافسة بتنحصر بين الفريقين دول في المركز الثالث والرابع أحداث بقى يعني من صفقات النادي الأهلي الكتير جدا اللي تكلم عنها صفقات النادي الأهلي لعيبة كتير جدا تكلمنا يعني تقارير وأحداث كتير جدا عن محمود جاد حارس إمبي عن محمد إبراهيم عن لعيبة كتير في الدوري المصري ولكن الأحداث والترند في الصفقات هو البليلي وبدرق بنون لاعب الرجاء خرجت تقارير كتير جدا وأهمها من صحيفة جول السعودية بتأكد أن الأهلي حسم صفقة البليلي والإعلان الرسمي خلال أيام وفي طبعا في الجانب المغربي أهم تقارير خرج من هناك من جريدة المنتخب المغربية وقالت أن الأهلي حسم صفقتين صفقة اللاعب بدر بنون والبليلي رسميا والإعلان الرسمي خلال أيام زي ما قلت لحضراتكم الكلام كتير جدا على لعيبة كتير وكلها تقارير وكلها أحداث وننتظر فقط الإعلان الرسمي من النادي الأهلي اللي لحد دلوقتي مفيش ولا حاجة خرجت منه رسميا نطير بقى لأحداث المحترفين بتوعنا كده اللي هم فخر للمصريين وفخر للعرب في كل مكان محمد صلاح كان جميعا بننتظره نشوف بداية الانطلاقة بتاعته في البرميمليج مع نادي ليفربول الكل يتكلم أن مستوى هيهبط بعض الشيء الكل يتكلم أن يعني مش هيكون زي المواسف السابقة ولكن في أول مباراة أمام ليدز يحق فريق ليفربول الفوز برباعية مقابل سلاسة أهداف لفريق ليفربول طبعا هو الفيز ويحصد أول سلاس نقاط نجمنا المصري فخر المصريين وفخر العرب في كل مكان قدر أنه يحرز هاتريك في المباراة يعني وكده يحقق أرقام كتير جدا منها أنه هو ثاني لاعب في تاريخ البرميمليج يحرز في افتاحية البرميمليج لسلاسة مواسم وبرضه حقق الرقم تاني أنه هو يحرز هاتريك في الأول مباراة من محمد صلاح اللي لاعب تاني وهو محمد إمني لاعب منتخبنا المصري ولاعب نادي أرسنالي الإنجليزي بعد مراحق بعد مكان موجود خلاص في تركيا وقلنا أنه هو مستوى بيعت تماما عن الدوري الإنجليزي يرجع تاني لمرة تانية ويعيده مدرب فريق أرسنال أرتيتا للظهور مرة تانية ويشارك أساسيا في نهائي الكأسه الخيرية ويحصد اللقب وبعدها بيشارك خلاص في أول مباراة في الدوري الإنجليزي أمام فلهام ويفوز بسلاسية وأداء أكثر من رأى إرتيتا اتحدث عنه اتكلم كتير عن النني وقال أنه هو بيعرف قدراته جدا ولعب مع النني وعارف قدراته ويهيشارك كمان وكمان ومستوى هيرجع أداء ممتاز جدا في أول مباراة من محمد النني نتمنى الاستمرارية لأنه في الأول وفي الآخر هيضيف للمنتخب المصري عندنا برضو من أحداث أو أخبار المحترفين لعبنا المصري سام مرسي سام مرسي يحمل الجنسية المصرية لعب مع المنتخب المصري بعض المباراة سام مرسي كان بلعب في نادي ويجان الإنجليزي وأخيرا انتقل إلى نادي من الزبرة الإنجليزي أيضا انتقل ليه بعقد يمتدل سلاس مواسم ونضمر رسميا إلى التدريبات ودي أول صورة من تدريبات سام مرسي وكمان سام مرسي يعتبر هو اللاعب الثالث في يعني اللازي يرتدي المنتخب المصري اللاعب اللي ارتدى يعني تشيرت المنتخب المصري والثالث اللي لعب لفريق مدلسبرة بعد أحمد حسام ميدو ومحمد شوقي وكده يكون خلاصنا خلاص أخبار أهم أحداث الإسبوع أو الترندات ولكن بقى فيه خبر كده على جنب كده وخبر مهم جدا كلنا عارفين إن فيه بنعمل بطولات ودية كلنا عارفين إننا بنعمل بطولات ودية مثلا في الرمضان البطولة اللي حصلت دلوقتي والبطولة اللي اتلعبت هي بطولة للكرة الطائرة كرة الطائرة حصل لها أول بطولة في محافظة كفر الشيخ وتحديدا في البرولس معاناة دلوقتي على الهاتف الكابتن عادل العباسي منظم أول بطولة للكرة الطائرة بكفر الشيخ أهلا بحضرتك يا كابتن عادل وصباح الخير عليك بحضرتك يعني في البداية عايز أبدأ معك كده متعودين دايما إن بيكون البطولات هي بطولات ودية لكرة القدم جات لك منين فكرة انك تنظم بطولة للكرة الطائرة وهي مش البطولة الشعبية الاولى لا في مصر ولا حتى يعني في كفر الشيخ قدرت ازاي تنفزها وجات لك الفكرة منين الو يعني لو سمعني كويس بقولك ايه الفكرة اللي انت يعني وصيتك ازاي الفكرة فكرة البطولة للكرة الطائرة برياضة كرة الطائرة وباول بطولة نظمناها في محافظة كفر الشيخ وطبعا انا طبع حضرتك جدا في برنامجك الجميل وابدل بتكلم واحدة بتمنالك كل التوصيل والنجاح المتعودين عليهم من حضرتك ان شاء الله اما بخصوص فكرة زي جديد فكرة تنظيم بطولة الطائرة احنا طبعا كلها دعينا المباراوذية في للكرة طائرة مع فريد بورجي اللي هو احد طرفي اللقاء النهايي اه وديك عن السلابة مثل لانا جديدة علينا شوية فمن خلال المباراة اللي ودينا لابناها حسنا ان ده كرة طائرة لها مدعة اصلا غير جميع الرياضات اختطر كرة القدم اللي هي منتشفة طائق تمام لازم نعمل كفة شوية ونجربها كبطولة رسلية مش كماتش وديش فمن هنا بدأت الحكاية يعني بدأنا مفرقة في عمل بطولة للكرة طائرة يعني كان اللقاء يعني الجماهير كانت ردد فعلها ايه وكمان هل اللاعبين وجميع الجماهير عندهم دراية كاملة بجميع القوانين ولا لاحداث كانت ايه في البطولة والله هي زي ما قلت له حضرتك يعني كبداية كانت الأمور جديدة علينا كلنا آه طبعا انا كنا بنتابع بطولة الكرة الطائرة لكن متابعة ولايلة جدا مش زي كرة القدم او الانعاب الاخرى لان انت عارف حضرتك كاملة لابت كرة اللاعباش تعبية هنا في أولى جهولة هنا في مصر فبالتاني احنا آه لما فكرنا في آه تنظيم بطولة للكرة الطائرة حطينا يعني تسعين في المئة من القوانين لكن ما قدرناش ان ان انت نطبق آه مية في المئة من القوانين في البطء لان طبعا ان تعاف القوانين على بالناس إذا ما تبدأ تتعود أو تشتغل بقوانين 100% يحتاج أن تكون إليكت بطولة 23 أو 23 أو شاركت في عدة مبارات وإزاي فيعني ردة الفعل كانت بنسبة كبيرة جداً كمتعة للمشاهد وكمتعة للجائز إذا كان برا دي إزاي أصبحت لك طب هو يعني باختصار بس كده كابتن عادل شارك في البطولة كم فريق ومين هو حصل على علاقة بالبطولة باختصار سريح كده شين وقتنا؟ خلال الإعلان جاءنا حوالي عشر فرق من هنا من المستوى البوروليس العشر فرق من طبعاً من عشر كورة مختلفة على مستوى مركز البوروليس وصل للمباراة النهائية بعد طوال البطولة كانت تمرت لمدة 30 يوم شهر كامل وصل للمباراة النهائية فريق البورج اللي هو أساس اللعبة في البوروليس اللي هو دعانة للمباراة الودية اللي منها جات الفكرة وصل مع فاينال مع فريق العقولة وطبعاً كان الفاينال حاجة خيالية بالنسبة للحضور الجماهيري يعني الحضور الجماهيري كان عالي جداً كابتن عادل العباسي منظم أول بطولة للكرة الطائرة بكفر الشيخ ويمكن كمان تكون أول بطولة والدية في مصر شيء جميل جداً ومهم جداً أننا عندنا ثقافة الرياضة بشكل عام نتمنى أننا نشوف كمان تنوح في البطولات نتمنى نشوف كمان تنوح في الألعاب الرياضية في كل مكان مشاهدين الكرام والحد هنا يتكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في آخر الإسبوع انتظرونا دايماً بأحداث جديد وأهم الأخبار والأحداث على الساحة الرياضية وكمان على الساحة السياسية والاجتماعية في آخر الإسبوع وفتكر دايماً أن في آخر الإسبوع هتشوف الأحداث من منظور الشباب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة